مرة أخرى القرى تبعد من جانب مدافع المنتخب البرتغالي وبالتالي سرعة المباراة رتم المباراة السريع رغبة الفريق في تسجيل الأهداء هذا جول هذا جول ملك الريال ملك لشبونا في المباراة الأولى ملك ستوك هولم هنا كريستيانو رونالدو يخطف الهدف الأول للبرتغال وبالتالي هذا ما كان في لشبونا وهذا ما يحدث أمامنا الآن في استوك هول وبالتالي يأتي الهدف الأول لمصلحة المنتخب البرتغالي يوم آخر يعني يوم الجمع يوم وغدا يوم آخر واليوم يوم آخر لكريستيانو رونالدو لاحظ البينية المثقنة مباشرة إلى كريستيانو رونالدو هذا لاعب ما يلاعب على الأصلاف حطها بشماله على يسار حارس المرمى إيزاكسون والتالي يزور كريستيانو رونالدو مرمى المنتخب السويدي للمرة الثانية مع بداية الشوق الثاني كنت أدويا لأن الشوق الأول انتهى ولاحظ هذا المدرب جنون يحفظ مهر الوصول إلى كأس العالم رغبة الوصول إلى كأس العالم الترقب والبرتغال التي أخرجت البشرة في الملحق الأوروكي إلى البطولة لكأس العالم الأخيرة وتأهلت إلى جنوب أفريقيا تتلقى ضربة الركمية والبرتغال تتلقى الهدف الأول الكرة الرئيسية التي تلعب الآن الرئيسية مباشرة نعم يظهر الآن يظهر الآن إبراهيم أبيت ويسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب السويدي السويد تتعادل وتولع المباراة أكثر وأكثر الحافظ أصبح حاضرا ولاحظ الكرة الرئيسية مباشرة الأنيق إبراهيم أبيت يسجل هدف رئيسي يعني كريسيانو رونالدو هدف رئيسي في المباراة الأولى هدف الخدم في المباراة الثانية هنا طبعا إبراهيم أبيت والتأثية من مدافع المنتخب البرتغالي لم تكن جيدة وبالتالي فرصة الآن فرصة الآن لإبراهيم أبيت يظهر لعب آخر يظهر الكرة الخطيرة فاتريسيا في المرمى والضربة الحرة المباشرة الخطيرة جدا السويس كلها تقف الآن اللعبة الله الله ظهر إبرا بانا إبرا في الشوق الثاني وسجل الهدف الثاني وتكون النتيجة اثنين واحد تمعش أمال السويديين بالفرحة الكبيرة وإبراهيم أبيتش يسجل الهدف الثاني وكريسيانو رونالدو سجل هنا الهدف الثاني لاحظ مرة أخرى لاحظ مرة أخرى التسديدة القوية مرت من حائط الصاد ومرت من حارس المرمى فاتريسيو لأنها أرضية قوية فيه تركيز قوي من العملاق من الأنيق إبراهيم أبيتش ماذا يرحل يأتي مثلا للهاتريك ويحتفل الآن مثلا إبراهيم أبيتش تشوف الآن إبراهيم أبيتش هدفين عنده 48 هدف باقي هدف واحد على أساس أنه يعادل الرقم القياسي لكن ترخح خلاص كريستيانو رونالدو كمان وكمان وكمان الملك لاعب الفريق الملكي كمان في لشبونة كمان في استوك هولم وبالتالي يأتي به الهدف الثاني والبرتغال تنظي إلى الوصول إلى نهايات كأس العالم لاحظ مرة أخرى شله اللي جرى شله اللي طا في المرتدات ولاحظ الخبرة ولاحظ التعامل مع الانفراد ولاحظ الخذيف القوية كريستيانو رونالدو يبهجل السويديين الفتل بورتغالي الملكي يبهجل السويد في لشبونة وفي استوك هولم وهنا الهدف الثاني الرجأة سريعا من كريستيانو رونالدو وبالتالي يأتي ويسجل الهدف الثاني في استوك هولم على أساس النتيجة اثنين اثنين اللي نتذكر في التصفيات يوم ما لعب أمام الألمان في برلين أربعة أربعة في سولنة هنا وهنا يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث الله 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 يا كريستيانو رونالدو ملايين البرتغاليين يهتفون لك الآن عسل ليالي تسعدك يا كريستيانو عسل ليالي تسعدك يا كريستيانو رونالدو الفتى الثهبي للبرتغال الذي يتفوق الآن بما لا يدع مجال للشك على إبراهيم ويأتي ويسجل الهاتريك ويأتي يعني مع هدف لشبهون يكون نسجل أربعة أهداف كريستيانو رونالدو الذي يتألق ويواصل تألقه ولاحظ الكرة اللي يستلمها ويتقدم في شك مرمى إزاكسون يسجل الهدف الثالث أنه أفضل لاعب كرة قدم في الكون في هذه الفترة من الفترات النابوكريستيانو رونالدو ترجمة نانسي قنقر